طيب خلينا نقول النقاش خلينا نعملها نقاش كده بين أفراد الأسرة علشان نوصل لترتيب الرغبات. إزاي يكتب رغباتي وإيه اللي هيتم في إجراءات التأديم نفسها للرغبات طبعا إحنا لوقتي في انتظام نتيجة السنة العامة لسه. النتيجة مجرد وصولها لمعالي الوزير الدكتور أيمن عشهور. إحنا كمكتب تنسي بنعمل عملية تصنيف للمجميع. حكا اسمها مجميع تكرارية وبنبدأ نحط بداية المرحلة الأولى ومش الهدف إن احنا نحط بداية المرحلة يعني المجموع بتاع المرحلة ده هو اللي هي أهل الطالب اللي كلها بعينها يعني. فالطالب مجرد إحنا بننتظر لحين وصول الشهادات للمدارس. لأن الشهادة سنوعة العامة عليها الرقم الجلوس والرقم السري اللي الطالب بيقدر يدخل بيه على موقع التنسيق سجر رغبات. وطبعا التنسيق كل اكتروني. إحنا برضو بنخلال البرنامج مع ديوش كموتة الشخص في بيته. الجامعات الحكومية وبجامعة كلياتها فيها معامل حاسب ومعامل تنسيق ليقدر يساعد أبناءنا الطلاب ودي متاحة لجميع أبناء الطالب. ودي خدمة مجانية بتقدمها وزارة تعليم العالي للطالب. لو طالب مش قادر يكتب رغباته في بيته توجه الأقرب جامع عليه فيه متخصين يقدر يساعده في كتابة رغباته. طبعا فيه خمسة شعب الرقب الطالب لازم يكتبهم وفقل لتوجيه الغرف بتاع الطالب. لا دي هنتكلم عنها طبعا لأنها مهمة جدا. وبعدين في خلال الفترة دي يعني إحنا لسا قدامنا فترة على بداية المرحلة. الطالب يععد مع أسرته يقرروا يكتبوا إيه. يعني يجبوا إحنا في خلال لسا قدامنا فترة على بداية المرحلة. بتاخد منذ قد إيه المرحلة الأولى. بتبع هي أسرع واحدة. المرحلة الخمسة دي. كله إحنا عندنا ثلاث مرحلة. يعني أو الناس بتكتب هي المرحلة الأولى فعايزين نقول لهم قدهم فرصة. هو المرحلة الأولى يعني يعني قدامنا كمان فترة. الطالب يقعد مع أسرته يجيب ورقة بيضة كده ويكتب رغباته. أنا عاوز أدخل كلية هندسة. أكتب عندي 27 كلية هندسة. أكتبهم. دين يا سهر دهات من زي زمان فاكر. كله الحاجات بتاع زمان دي. كله مفيش لازق ولا حاجة على راس. لا مفيش معاش. الطالب يقعد على كوبطر الشخص بتاعه ويتوجه لقرب جامع ليه وبيكتب رغباته وقاعد. ويقدر يعدي رغباته. طم علش. لا النقطة دي تحديدا. لو حد عايز هندسة. بيكتب كل الهندسات. ولا قريبة بس في نتاقل السكن. طبعا عندنا عندنا مجموعات يعني الطالب وقت سنوى عامة مثلا من طنطة مثلا يكتب كلية هندسة طنطة الأول. تمام. ده إكباري. بعد كده يكتب كلية الهندسة الأعرب. مثلا عنده هندسة جافر الشيخة وهندسة المرسورة. ده إكباري برضو به. بعد كده يجي ده يكتب كل كلية الهندسة يبدأ بالصعيد. يبدأ بالإسماعيلية. يبدأ بأي كلية بس لازم يكتب 17 كلية الهندسة لأن احنا بنفاجأ بعد إعلان نتيجة التنسيق. دي مهمة. الطالب نفاجأ أن الطالب بيقول لي أنا كان المجموع يجبني كلية الهندسة الفلانية وما كتبتهش. وفي الحالة دي بيبقى خلاص تعليقهم. خلاص لأن الطالب. إنت مكتبش كلية دي في طالب تاني كتاب هدخلها. فأنا نصيح مهمة جدا إن دي أكبر مشكلة بتقابلنا إن الطالب بيبقى أنا جايب مجموع ووثق إن أنا هيجي لكلية الهندسة ناصر. يجي العد الرغبة عشرين في كتابة الهندسات وقوم إيه قوم إيه قلب داخل على قطاع تاني. لأ ده ممكن يجي على الرغبة التالتة أو الرابعة فيلاقي نفسه ما جاتلوش هندسة أنا أنا بقول كتب اللي حطه تلاتة أرى. إنت عندك عندك سبع وعشرين كلية هندسة. إنت عاود تدخل كتابة كلية هندسة. إكتب سبع وعشرين كلية هندسة مش هتغرم حاجة. ده كله مجانا وبأسهل طريقة بتقدر تكتب حضرتك إفرد إن هو مش عايز يتغرب مثلا في محافظة تانية أو في مكان تاني. هل فيه إمكانية تحويل في سنة و سنين الدراس؟ أنا ما بجي أحاول الطالب حواله لمحافظته وبنسبة عشر في المئة. مش كل الطالبة بتحول برضو يعني إحنا بنحول بنسبة عشر في المئة الأعلى مجموعة. والذي مرجع محافظته. الطالب يجي يجي بعد كده يقول لي إيه. أنا ما كتبتش مثلا هندسة أصوام. ما كتبهاش في التنسيق. يقول لي عاوز أروحها. أقول له لا يا حبيبي. إنت لو كنت كتبتها كنتها تروحها. ما حكتش حد يمنعت من دخولها. دي المشكلة دي أساسية بتقابلنا. لأن أنا بفاجأ بعد. النتيجة طالب يقول لي والله أنا كان مجموعة يجبني الهندسة الفين. طب ما كتبتاش ليه. طيب إحنا لسه معنا الفرصة. قدامك الفرصة. وفي خلال فترة تنسيق المرحلة مدية خمس أيام. الطالب يقدر يعدل غباطه كل يوم. تمام جدا. كل ساعة يقدر يعدل غباطه.